منتشر اليومين دول حاجات زي ما بيعتبروها بديل السجارة السجارة الإلكترونية والفيب وما جابه في علاقة بين التدخين والجلد؟ اه طبعا وعلى فكرة دي أخطر من التدخين أعصي فينس بفكرة أني آمنة اللي هو السجارة المسخنة طبعا المسخنة والفيبر كلهم ليهم أطفال جانبية فمش دي مش آمنة ولا حاجة خالص يعني ودي أبحاث منشورة يعني إنما تأثير التدخين على الجلد طبعا ده تأثير مباشر إزاي؟ واحد طبعا أكتر حاجة بتعمل تجايد اثنين في ناس بيجيلها حاسية من الدخان وبيترك أثار على الجلد ويسبب عجزه فعشان جدا دايما ما حدي يقول لي أنا عندي أول تبص فسجاير انت بص حاجة ساعة تقابل الناس في الشارع أو ما عارف يعني تقول فلان ده شاب صغير ليه شكله أكبر مثاله عجز من السجاير من السجاير وإلا تشرب المياه أول عكس وإلا تشرب المياه أه طبعا يعني شرب المياه يديك نظارة على طول يبقين واحد أثر من سنه لما تلاقي حد كبير وشكله تقول ده بيبي فيس ده شكله زي ده بيتشرب مياه كتير وطبعا مبقربش بالتدخين ويكون صالة خضر كتير حاجة بس المياه وتدخين في علاقة بين التدخين والجلد أه كبر في السن ويعني شيخوخة أه طبعا ولو تأثر أخرى برضو من الناحة التناسلية لو تأثير مش كويس وقد يؤثر على عدد حيات المنوية فممكن يعمل عقم يعني شوفنا حالات كتير بسبب التدخين بتأثر على الموضوع ده عندي سؤال يعني جماهير كتيرة بتسأل عنه وهو الهالات السوداء اه ده مشكلة البنات تقريبا بحسنا مصر كلها عندهم هالات سواء اه دي فين دي اللي هي الحاجات تحت العين اللون كل ملكة اللي هو اللون غامق ده اللون غامق قوي فيها ساعات العين اللون غامق قوي ده بيبقى غالبا عامل وراسي عامل وراسي ودايما بيأتي تحت العين اه او ممكن بقى فيه ناس بيجي لها انيمية حالات الانيمية واسوق التغذية بنلاقي الهالات دي تحت العين كمان ممكن يجي مع التوتر والقلق والشد العصبي او الارهاق الشديد الناس ما بتنامش ناس ما بتنامش ما بتنامش يقولك فلان دي بقى وثالت يام ما نمش هتلاقي على طول حتة دي اللون غامق فدي اسهالهم دي علاجها بنقول للناس لا ابدأ نام بدري نظم نومك الناس اللي هي بتلاقي كمان نومها مضطرب يعني متقطع موضوع النوم ده فكرة يعني مش عايزين ننساها حاضر هنجيله بس نقول علاج الهالات السود علاج بتبقى اما بالكريمات او بينحين حاجة اسمها فيلر فالفلر بيخبيها خالص يعني الفلر طبعا اكثر حاجة فعالية بس وطبعا اغلى الكريمات بتجيب نتيجة بس تاخد وقت يعني اربع ستة شهور بتحسن الى حد ما ونشوف السبب ونعالجه يعني حد عنده انيمية بنبدأ نديله حديد وبندي فيتامينات عشان نحسن الانيمية اذا كان بيتعرق بيزهر كتير نقوله لا قلل شوية ويزبط نفسك وكلامين ده افضل فيتامين للجلد ايه ده دل لا كلهم اه انا محتاجين فيتامين سي ومحتاجين فيتامين اي ومحتاجين فيتامين دي وي وكلهم انا محتاجين كلمنا عن نوم المتقطع حددك وتعايز تكلمها اه اه لا قد البقتي ان اكتر حاجة بتضعف المناعة اللي عدم النوم بانتظام لمدة 8 ساعات متواصل هسألك سؤال احان النظر وهو داخل سريره الساعة 12 بليل بيصحى 8 الصبح بتنام 8 ساعات متصلة مش اه والله لو عملت ايه بيحصل لا انا بنامش ساعة 12 انا بدي مساحة انا عادة بسحى ساعة الفجرة صليوا كم منهم ماشي وبتسحى لك مرتين تدخل الحمام اه يعني بس ده مش ده وبعد ما بترجع بتعود لك ساعة في السرير على بال ما جيلك نوم تاني هي بتعتمد على الحاجتين انت بلك مرتاح وبتعمل اللي عليك وبتساعد الناس ما بتزعلش حد وما انتش قال انا على حاجة قلتك عندك سلام نفسي داخلي طبعا انا قلتك كلام ده من كم يوم بس في ناس كويسة والله بس ما بتنامشي نوم متقطع ناخد علاج نوم متقطع اخد علاج اخد علاج اخد علاج برضو ما هونه قلت كده ما هونه قلت كده ابدا السلف لان السلف تلف ما هو ده والله قلتك اذا مرة يعني دايما في حاجات لو انت عايز تحط راسك انا كتبتها كم يوم عايز تحط راسك على المخدة واتنام في ثواني تعمل ايه اقولك تعمل ايه واحد اطعم جعان اتنين اروي العطشان تلاتة اجبر بخاطر الغلبان اربعة اعمل خير خمسة لا ترد الاساءة ولا تهتم باي حد بيوسيء اليك ولا ترد عليه اعتقد دير رشتة يعني خير رشتة اختم بها حلقة جميلة معك النهاردة استاذ الدكتور هاني الناظر شكرا جزيلا امتعتنا بعلمك وعلي جلدك اتمنى في الحلقة دي لان دكتور هاني الناظر قال كم من المعلومات كبير جدا واتمنى ان يتكرر اللقاء وتتواصل معنا ان شاء الله يفهم شكرا جزيلا لحل تطبيق اشتركوا في القناة